بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري زيارة يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام، اقرأ هذه الزيارة، واقرأ هذا الدعاء، فإني أضمن لقارئها عدة أشياء منها أولاً زيارته مقبولة، ثانياً سلامه واصل غير محجوب، ثالثاً سعيه مشكور، رابعاً يقضي الله حاجته ولم يرجع ميؤوساً من رحمة الله هذه الزيارة يقول الإمام الصادق عليه السلام عن زيارة عاشوراء، من يقرأها؟ من يقرأ زيارة عاشوراء؟ أولاً الإمام الصادق يقول أنا الضامن، أضمن له ضمان ضمان، أولاً زيارتك مقبولة، وإذا قبيل الله سبحانه وتعالى منك زيارة واحدة لأهل البيت عليهم السلام، تسكن أنت بجوارهم في الحياة الدنيا والآخرة أنت تكون من الذين يشفع لهم محمد وآل محمد، من الذين يعبرون الصراط، من الذين يدخلون الجنة مع خدمة الإمام الحسين والناس ما زالوا في الحساب قبل الناس تدخل إلى الجنة بثمانين سنة أو بعشرين سنة في بعض الروايات ثانياً سلامك على الحسين عليه السلام واصل غير محجوب، فوراً يصل إلى مسامع الحسين هذه الزيارة، زيارة عاشوراء، تجعل سلامك يصل إلى مسامع الإمام الحسين فوراً ثانياً ويشكر سعيك، هل إمام الحسين عليه السلام يشكرك على سعيك في قراءة زيارة عاشوراء؟ لا، ويقضي الله حاجتك ولم ترجع ميؤوس من رحمة الله فقال الإمام الصادق عليه السلام يا صفوان إني ضمنت هذه الزيارة على هذا الضمان من أبي وأبي عن أبيه علي بن الحسين وهو عن الحسين والحسين عن أخيه الحسن والحسن عن أبيه أمير المؤمنين علي وأمير المؤمنين عن رسول الله ورسول الله عن جبرائيل وجبرائيل عن الله تعالى كل منهم ضامن هذه الزيارة بهذا الضمان ونقلاً عن الله سبحانه وتعالى وقد قسم الله عز وجل بذات قدسه كل من زار الحسين عن قروب أو بعود ويدعو بهذا الدعاء أقبل زيارته وأستجيب دعاءه وكذلك ألبي دعوته وأعطيه مراده أي شيء كان فلا يعود من بابي ميؤوساً ومتضرراً وأبشره بقضاء حاجته ونيله الجنة والخلاص من العذاب وأتقبل شفاعته في حق أي شخص كان نعم هكذا هي زيارة عاشراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المثابرين عليها إن شاء الله ولا تنسون من فضل دعواتكم إذا ما قرأتم زيارة عاشراء مع دعاء ع القمة مع من؟ دعاء ع القمة ضروري جداً هناك من يسأل هل أقرأ اللعن مئة مرة؟ طبعاً هو الأفضل طبعاً هو الأفضل والأكمل والأحسن تقول أنا لدي أعمال كثيرة الله لا يكلف نفساً إلا وسعها لم يجعل في الدين من حرج عندما تقرأ السلام أو اللعن قل ومئة مرة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر